السؤال المهم انه وانت نازل بتبقى حاس ان اللعيبة والاجهزة الفنية مبسوطين احنا مبسوطين النهاردة ان الكابتن ابراهيم نور الدين هيحكم لنا المباراة ولا بتحس على وشاشهم كده ايه يا الله ابراهيم نور الدين يعني في زعيق وفي نرفزة وفي انذرات وفي مشاكل يعني وانت نازل قصة يا الملعب تبقى اللعيبة مبسوطة او مرتاحة مش هقول مبسوطة يعني فيش لعب يبسب من حكم في مصر تقريبا بس يقوموا مرتاحين انا هسأل حضراء اعيد برضو سياقتي السؤال وانت هتروضي على الحسن يام يام تمام ان انا نهاردة اتفقت مع حاتم ان انا هاخد منك الاسر لا لا براه انا اقول لك حاجة بس قبل ما اتجاوب تمام يقول لك دايما ايه اللي عنده بيزرق اعلامية او اللي بيفكر يشتغل اعلامية مش انت بجاوبتش على السؤال ده في الاول تمام انت الحوار دوت مش ده الرسمة اللي انا كنت رسمها له ما انا عارف انت وديت كل الحوار زي ما انت عايز بالزبط تمام وانا متقبل دوت ومش عايز اكسرها في اي لحظة من اللحظات ازلش نزبط كمان للناس انه واضح ان احنا شغالين على واحد اعلامية هيبقى بعد التحكيم هتشتغل اعلام بعد التحكيم مش عارف فيه حد مهم في حياتي باخد رأيه في كل حاجة هشوف المناسب ايه وساعتها نقرر بس بتفكر حطه خيار يعني مش هقدر اخد اي قرار لما شوف المناسب ايه وبعدين نقرر طيب مين الحد ده? حد عائلي يعني ولا حد في المجال? لو في اي مش هقولك مين اسمه? يعني في العائلي يا مجال يعني يعني في العائلي يا مجال انا متأكش مين حتى في العائلي العائلي كبيرة والمجال كبير حد حد مهم بالنسبالي اه لازم باخد رأيه في كل حاجة تشوف ايه اللي ينسبني يعني بصك في رأيه جدا تمام وان شاء الله يليني قاعدة في كل توقيت وفي كل نهاية حاجة نبقى نقرر ما ينفعش نقرر دلوقتي احنا ممكن نقرر ان يبقى فيه اعلام يبقى فيه مثلا اتحاد قورة او فيه اي امور سياسية او اي امور تانية تمنعك ان انت تطلع في القلاب من دمعها طوال احنا انت حاد في دمعك حاجة كبيرة اول لا لا انا ما عنديش خلي بالك انا ما عنديش اي تطلعات ولا اي طموح لا اي مناصب خالص عظيم نرجع للسؤال تاني اللعيبة والاجهزة الفنية بيحبوا الكابتن برايب نور الديني بقى معم فى ارض الملعب حكم للمباراة وسيغل السؤال زي ما انت عايز لو انت مع حضرتك فريق العمل خمسة ستة وحضرتك صارم معه وفي برنامج تاني المقدم او الموزيع بتاعه بيهزر وبيضحك وقالبها بقى كما انت عارف هلحبه مين اللي بيهزر وبيضحك بيبقى مشكلته ومش مشكلتي بس هتلعب اللي اتنين يعني بتبقى راجل لطيف وخفيف وفي نفس الوقت تبقى حازم وحاسم يعني انا على فكرة لطيف جدا وبتحك وبهزر انت عارف بس لما انت تبقى لطيف هتعبدي حدودك لازم اوقفك عند حدك بتوقف عند حد ازاي بقى بكل الطرق اللي هو ازاي ايه اصلا انا اللي هو ايه لما بشوف في المباراة انا بشوفك بتزعق اللي هو ايه بتزعق يعني مش اللي هو مسلا لابلا ايه اصلا لابلا ايه بيه ايه بتبقى ايه تاني بكروت اه ماشي دي كروت دي قانوني اه بس انت بتبدأ بيزعق مش زعق هو مش زعق لا بتزعق لا لا هتقولنا جماعة شوية سؤال من التقرير اللي كانت تبقى لا 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 هو مزعق هو مزعق هو محاولة السيطرة على اللاعب اللي جاي مت نرفز وهيبدأ لو انا ما قابلتوش بالصرامة دي هيبدأ يعدي الحدود اللي يقر الرياضية وهيبدأ ياخد كارت تمام الكروت لازم عند الحكام الكبار لازم تبقى عزيزة ايه بالمعاملة الشخصية هو جاي بيكلمك بحدة هتقابله بحدة اقوى منها هيهد جاي بيتكلم بحدة سبته هيلم خمسة ستة جنبه وهيبقى اعتراض جماعي وده في القانون ان انت اضطرت ان انت تطلع كارت طيب ما في رأي تانية كابتن ابراهيم يقولك ايه لو جاي العيب بيتكلم بحدة معينة فانت رفعت الحدة دي اكبر شويتين فانت كده فتحت مجال اخناع انه ممكن احراضت بشكل اسوأ وساعتها تبقى اخناع ساعتها اول ما هو هيعد ليفل اللي هو وصله هتلع له كارت هيكمل هتلع له كارت تانية وهكبر ها هو هيكمل في الموضوع دا وع pam ولا اللاعب فتاعة فريطة هتكمل بالطريقة دي ولا المشاهدين من اللاعبين والانديه الاخرى لما اللاعب هتنزل هتكمل معك بالطريقة دي وانت نازل مباراة مثلا بتبقى طبعا عارف التشكيلتين او خلاص عرفت التشكيلتين او عرفت من اللاعب وفي لعيبة بتبقى مشهولة جداً فاتعرف كل اللاعبين ومش بس مشهولين يعني انت في لعيبة كل الدولة انت كده عارف كل اللاعبين بتبقى عارف الشخصيات بتعرف ان ده اجريسيف شوية ده بيرد ده بيتنرفس ده بيتعصب الناس دي انت تلقائياً بتبقى متحفز لهم وانت نازل يعني انت بقى عارف مثلاً لعيد دوت ده اجريسيف فانت لو عملت غلطة قد كده اهو انا مش هسيبك هكنترول عليك في الاول كده هتحكم فيك في الاول بالعكس اه انا اللاعبه الي هي تبقى منفلتة الاعصاب ايوا بابقى مركز معهم ان انا سيطر عليهم اه مش ان انا احتد عليهم اه تعمل عكس لا محتدش عليك انا محتدش عليهم انا ما بحتدش علي حد ها اه الا ما يحتد الا ما يحتد يحتد لازم احتد عليه والاحتداد ده شبه انذار يعني انا اقتوع الناس يبديك انذار وبكلمك الأول بطريقة فيها مرونة